موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد رصصات غادرة لم تفرق بين صغير وكبير رصصات امتدت ليلة الثالث من محرم لتسفك دماء مواطنين أبرياء مسالمين لا ذنب لهم طالت يد الغدر مسجد الحيدرية في حي الكوثر بسيهات وخلفت ألما وحزنا كبيرا لفراق الأحبة ولكن قوات الأمن سجلت حضورا قويا في هذه الجريمة اتضح من خلال سرعة التعامل مع الإرهابي والقضاء عليه مثل هذه الحادثة المؤلمة لم تمر على صحافتنا المحلية مرور الكرام بل خصصت أكثر الصحف صفحات حملت صور التنديد والاستنكار الشديد لهذه الحادثة كما حملت كذلك صور الشهداء تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في هذا التقرير ونعود إليكم في الصفحة الأولى 100 طلقة إرهابية في 9 دقائق وضحت من خلال مصادرها الأمنية أن إرهابي سيهات أطلق نحو 100 طلقة من رشاشه في 9 دقائق قبل أن يرديه رجال الأمن وأفردت الوطن صفحة كاملة ونصف الصفحة لتغطية الحادثة ورصدت الصحيفة أربع عمليات لداعش بين محرمين من خلال الإنفوغرافيك الذي وضح هجمات تنظيم داعش على المواطنين الشيعة فيما تناولت الصحيفة عن طريق الإنفوغرافيك أربعة أماكن مثالية للحماية وقت إطلاق النار ونشرت صورا لضحايا الحادث وأعمارهم في صحيفة اليوم توسطت الحادثة منتصف الصفحة الرئيسية تحت عنوان ناجون من حادث سيهات يقظة رجال الأمن قللت من الخسائر وأفردت اليوم صفحتين كاملتين لتغطية الحادثة وأجرت الصحيفة لقاءات مع المصابين الذين أكدوا بأن تواجد رجال الأمن في إرهاب سيهات قلل من الخسائر فيما حكى أقارب وأصدقاء الشهداء لصحيفة اليوم عن تفاصيل حياة الشهداء قبل وقوعهم ضحية هذا العمل الإرهابي ووصف شهود عيان تفاصيل تلك الحادثة ورفق الموضوع إنفوغرافيك يوضح ضربات الأمن الاستباقية والتي أحبطت مخططات الإرهاب وتحت عنوان إدانات دولية وعربية لحادثة سيهات تناولت صحيفة الحياة في صفحة كاملة ردود فعل الدول تجاه هذا العمل الإرهابي ونشرت بيانا لعلماء القطيف تضمن التنديد بالحادثة والتحذير من استهداف المجتمع بكل فئاته أما صحيفة عكاظ فنشرت صورة في الصفحة الأولى حملت عنوان خروج ثلاثة حالات من مصابي الحيدرية وتناولت في صفحتين كاملتين تفاصيل العمل الإرهابي وشهداء الحادثة فيما نشرت تأكيد العلماء على ضرورة التصدي لأرباب الفتن ودعاة الشر تحت عنوان مواقع التواصل منصة لأرباب الفتن ونختم من صحيفة مكة التي نشرت تفاصيل جديدة رواها سائق اللموزين الذي أقل الإرهابي إلى موقع الحادثة وأفردت صفحتين كاملتين تناولت تغطية الحادثة من جميع جوانبها وكان العنوان الأبرز طلقة اليقظة الأمنية تنقذ سيهات من مجزرة المائة وتسعة وأربعين رصاصة وأجرت الصحيفة لقاءات مع شقيق بوثين وشقيقتها تحت عنوان بوثين أول ضحية نسائية للدواعش تمنت الشهادة يوم جمعة وعرضت صورا لآخر ما تركته الضحية في غرفتها ولقاء آخر مع والد الشهيد أيمن العجمي حمل عنوان ضربتان في رأس العجمي بفقده ابنه بعد شقيقه وتناول الإنفوغرافيك مسار الإرهابي منذ استقلاله المركبة إلى وصوله إلى مقر الحسينية انتهاء بمقتله على يد رجال الأمن إذن كانت هذه هي جولة على الصحف السعودية كلها تحدثت حقيقة عن حادثة سيهات قبل أن نخوض في هذا الحديث دعوني يرحب بضيفي الأستاذ منصور الجبرتي رئيس قسم غرفة الأخبار بجريدة الحياة حياك الله مصر حياك الله حياك زمان عنك بلاكس يشرفني التواجد في قناة الأخبارية قرأت كل الصحف اليوم جاهز معنا قلت أكيد ننطلق ننطلق على بركة الله طيب كيف شفت يا منصور التعامل الصحفي من ناحية المهنية في تعاملها مع هذه الحادثة حادثة سيهات؟ أول شيء نعزي أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل المصاب الجميع بصراحة لأنه حادث مؤلم وحادث للأسف الشديد أنه حدث ولكن أيضا على الصعيد الصحفي كان هناك تغطيات موسعة مثل هذه الحوادث هي التي تبين قدرة وإمكانيات الصحفي خصوصا في اليوم الأول نحن اليوم نتكلم عن اليوم الثاني من التغطية اليوم الأول كان يمكن التغطية الصحفية كانت أكثر صعوبة الحادث كان ليلا وانت تعرف أن الصحف تقفل طبعاتها الساعة ما بين الحادي عشر إلى الساعة واحدة باختلاف الصحيفة والإمكانيات وهناك يمكن اليوم أيضا كان عندها يمكن طبعا متأخرة فالكل كان يتعامل في وقت ضيق لا توجد هناك يعني معلومة رسمية صدرت يمكن الساعة 11.45 دقيقة المعلومات كانت توف والحصول عليها يعني متاح ولكنه أيضا في بعض الصعوبات يعني تكلم عن أنت تتحدث مع أناس لديهم قتلة تتحدث عن أناس لديهم مصابون ملف أساس تتحدث مع ناس لا يعرف من اللي كانوا موجودين تتحدث مع ابناء منطقة لديهم يعني حدث قبل ساعة تقريبا فكان هناك يعني تحرك سريع من الجميع الصحفيين وكان هناك تغطية جيدة يمكن في اليوم الأول ولكن التغطية اللي كانت بتوسعه بشكل أكثر أريحية اللي هو التغطية اليوم اللي شاهدنا فيها يعني قصص إخبارية تحقيقات كل الأشكال قصص إخبارية تصريحات شاهدنا تعليقات شاهدنا أيضا البيانات اللي صدرت تم تغطيتها بشكل يعني مناسب التواجد للقضية كان من الطبيعي أن يأخذ هذه المساحة لأن الحدث كان حدث يعني ليس بالحدث البسيط وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون هناك تغطيات موسعة له بهذا الحجم والمسار جميل أنا وفريق إعداد ونقلب الصحف يعني في عنوين كثيرة مثلا في الوطن كان هناك عنوان يتحدث كذلك عن في الزاوية اليمين من الجريدة يتحدث عن طلقة إرهابية في تسع دقائق كل الصحف تتحدث عن هذا الموضوع أنت كصحفي في غرفة الأخبار ما هي الصحيفة اللي تناولت هذا الموضوع بحرفية أضافت جديد للقارئ أول شيء أنت تتحدث اليوم ما في كان يعني معلومات واسعة جدا أو معلومات رسمية مؤكدة فبالتالي الكل يتعامل وفق المصادر اللي استطاع الوصول لها والحصول عليها يمكن أكثر من صحيفة قطت مسار العملية كيف كانت أيضا يمكن الحديث مع الساق اللي أقل الجاني كان في صحيفة مكة يمكن أتوقع أنه من أبرز المواضيع اللي يعني تعاطت مع قضية قريبة أو مصدر متاح ومباشر ويستطيع أن يروي والتأكد من معلوماته يعني أن ترجع إليه المعلومة المذكورة أما بقية المعلومات هي معلومات يمكن شهود عيان لحظنا يمكن الحياة كان فيها شاهد عيان من غير اسمه شاهد عيان آخر ذكر باسمه لكن أتوقع أنه اليوم سائق التكسي أيضا كان يعني إضافة جيدة لكن من كلامك أنه أغلب الصحف كلها اعتمدت على شاهد عيان من مكان الحادثة ومصادر إخبارية أن هذه هي المعلومات ما يشكد ضغط على الصحفي على الصحيفة في ظل غياب بيانات رسمية في مثل هذه المواقف كان في بيان رسمي لوزارة الداخلية مقتضب للحادثة وكان في بيان لوزارة الصحة التي تشرح في عمليات الإسعافية التي تمت وعدد المصابين وعدد التي توفاهم الله في هذه الحادثة لكن لم يكن هناك معلومات عن ما حدث أو ما جرى من الناحية على الأرض تفاصيل ما حدث حتى شهود العيان تتكلم عن اطلاق نار في شارع وبشكل مباشر في عدد الموجودين في حالة فزع فبالتالي حتى الرواية تكون يعني رواية مشوشة نوعا ما أو رواية مرتبكة نوعا ما لذلك احنا ننتظر يمكن التفاصيل الأمنية عبر بيان رسمي خصوصا أنه جميع ينتظر الأسماء الأعمار هل هناك أشخاص آخرين موجودين في الحادثة أو هو مطلق النار وحيدا ستستمر القصص الصحفية عن هذا الموضوع فليان لو قادمة تتوقع بكل تأكيد وأتوقع أن يحسمها ببيان واضح من وزارة الداخلية قريبا لكن بما أنك في غرفة الأخبار في جريدة الحياة تتابعون الإعلام تتابعون الصحف تتابعون كل هذه الأخبار التي تحدثت عن هذه الحادثة بشكل عام عن مثل هذه الحوادث كيف شاهد تعاطي الإعلام معها يكون تعاطي حذر تعاطي مهم جدا والله في اليوم الأول خلال الساعة الأولى ما تكون تعاطي حذر ولكن حذر في يعني إرادة المعلومة الكل يريد سابق صحفي كل صحيفة تريد أن تنفرد به الكل يريد سابق صحفي بس اليوم تتتكلم عن حاجة إطلاق نار في شارع في حي الكوثر فالكل يعني يريد أن يعطي معلومة سليمة وصحيحة لأنه أنت أيضا في نفس الوقت تحت ضغط الحصول على المعلومة وتحت ضغط الوقت أنت عندك خلال ساعة أو ساعة ونصف تغلق الطبعة فبالتالي ضغط الوقت كبير جدا السرعة في الحصول على المعلومة مطلوبة والتأكيد على المعلومة من مصادر أخرى لذلك يمكن الحياة في اليوم الأول خلن نقول لك اللي حصل معنا إحنا في غرفة الأخبار خليني يعيش معك الجو لما جاءكم خبر هذا جتنا المعلومة بشكل سريع طبعا وتواجدت في مواقع التواصل فإحنا عندنا خصصنا أحد الزملاء لمتابعة ما يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي على الأرض كان عندنا يعني خمس محررين صحفيين يشتغلون على الأرض في نفس المنطقة عبر محاور عدة اللي هو محور الموقع نفسه كان متواجد أحد الصحفيين انتقلوا بشكل مباشر لمتابعة الموقف عن كثب تواجد في موقع الحدث كان عندنا صحفي آخر مخصص لمتابعة المصابين في أكثر من موقع كانت ثلاث مستشفيات فبالتالي كان في كل مستشفى كان موجود صحفي بحيث أنه يتابع الإصابات أو وضعها لذلك يمكن العدد الجيد اللي كان موجود على الأرض هو اللي أتاح لنا يمكن أن نذكر أسماء المتوفين والمصاب في اليوم الأول من الحدث يعني بعد ساعتين كانت الأسماء موجودة بشكل سليم وذكرت وفي اليوم الثاني تأكدت أن المعلومات اللي تم ذكرها هي المعلومات السليمة لكن خليني أسألك الآن سؤال آخر عن موضوع الصور اللي استخدمت في الصحف اللي ومفوغرافيك اللي يستخدم وشو الصحيفة اللي لفتت انتباهك في تعاملها مع هذه الحادثة يمكن الإنفوغرافيك خلنا نقول لك كتكنيك صحفي كتكنيك نعم تواجد الصحف في فترة الأخيرة في ظل أنه وجود المواقع التواصل الاجتماعي وجود تغيير في طبيعة القارئ في رغبة في الحصول على المعلومات كسر الجمود أو الروتين اللي تعود الروتين وإمكانية لأن إنفوغرافيك كإنفوغرافيك تلقى عبر أكثر من منصة وليس على المنصة الورقية فقط أنت الإنفوغرافيك بعد ما تلقى على المنصة الورقية تجدوا متواجد في منصات أخرى تجدوا تويتر فيسبوك حتى على الواتس أب هو متواجد بشكل جيد واسم الصحيفة موجودة بالتالي حافظ لك حقوقك ويوصلك إلى نطاق أوسع وأكبر من المتلقين وهذا طبعا له يعني بعد من كل النواحي جيدة بالنسبة للصحيفة فبالتالي تجد أن هذا الاتجاه بدأ يتصاعد في الصحف السعودي وربما الصحف العالمية تشوف تميزوا صحيفة مكة في هذا الموضوع في النوفوغرافيك صحيفة مكة كانت المبادرة في الاهتمام بهذا الموضوع وعطاء المساحة الكبيرة فبالتالي أخذت ما تسميه ليد السوق يعني كانت هي القائدة في هذا الموضوع وأعطتوا مساحة يمكن كبيرة بقية الصحف حاولت أنه تواكب الحدث ولكن أتوقع حتى لو كانت صحيفة مكة لم تبادر وتعطي المساحة على اعتبار أنها كانت في انطلاقة جديدة للإنفوغرافيك أتوقع أنه ستجد الإنفوغرافيك موجودا بشكله الطبيعي في كل الصحف لأنه هذا اتجاه في سوق الصحافة بشكل عام متواجد ومطلوب ومواكبة التطور كبير ولمنافسة الصحف الإلكترونية أكيد ولكن ربما مكة واهتمامها بهذا الموضوع سرع من هذه العملية وحرق يمكن مرحلة الوصول المتوالي للصحف تواصلت الجميع بشكل سريع قبل أن أغلق هذا الملف المهم منصور خليني أسألك هل لاحظت أو شاهدت صحيفة ربطت هذه الحادثة تاريخيا بحوادث أخرى لأنه هذا يبين لك أن هذه الصحيفة حاضرة لديها إرشيف متميز بأنها تربطها بحوادث سابقة حدثت في المنطقة المنطقة الشرقية أو في مناطق أخرى لا ربما لأنه في الساعات الأولى ما كان يعني متاح معرفة هل ما هو حدث اليوم الثاني هل هو حدث يعني حتى في اليوم الثاني في بدايات اليوم كان في حديث عن أنه مختل كان في بيان داعش كان في عدة أخبار متضاربة فبالتالي رجع الحدث يحتج وقت إلى جهة معينة وقراءة سردها التاريخ كان يحتاج وقت يمكن أطول شوي طيب منصور خصوصا في الغياب المعلومة الرسمية إلى الآن نغلق هذا الملف ونتمنى إن شاء الله أنه ما يتكرر تكون آخر حادثة نسمعها بإذن الله بإذن الله طيب الآن مشاهدنا الكرام ننتقل إلى ملف آخر متعلق بالقرارات الأخيرة التي أصدرها صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان يمكن وصفها بأنها تدخل ضمن الحلول العملية لمعالجة ملف الإسكان وتسريع رفع نسب التملك التي ما زالت بمستويات منخفضة وعلى الأسبوع الثاني على التوالي ما زال ملف الإسكان مفتوحا في الصحافة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع التي تحدثت عنها صحفنا في التقرير التالي ثم نعود إليه ما زال ملف الإسكان يشهد حراكا كبيرا من وزارة الإسكان ولا زالت الصحف مستمرة بتغطيتها لهذا الملف صحيفة الرياض تناولت اليوم هذا الملف من خلال عنوانها توقيع عقود الخدمات يمهد لطرح منتجات الإسكان والبداية في أرض وقرض وأشارت الصحيفة إلى أن عقود إيصال الخدمات الكهربائية لمخططات المنح ستساهم في تطوير المخططات السكانية في مختلف مناطق المملكة وأرفقت الصحيفة تصميم يوضح المواقع التي اختارتها وزارة الإسكان لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي الصفحة الأولى لصحيفة الوطن جاء عنوان العقاري يوقف تراكمية أرباح القرض المعجل حيث كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية بأن الصندوق أعاد مقترحات 12 مصرفا سعوديا في برنامج القرض المعجل لدراستها من جديد للأسبوع الثاني على التوالي ما زال المنفلس كان حاضر في صحفتنا وبقوة منصور ليش استمر هذا الموضوع للأسبوع الثاني؟ أتوقع أنه من الطبيعي بس أرجع للإنفوغرافيك اللي كان موجودا أنا ملاحظا أخذت الإنفوغرافيك من الموقع الإلكتروني لصحيفة الرياض واللي يؤكد لك أنه وجود الإنفوغرافيك عبر أكثر من منصة يخدم الصحيفة وهذا يمكن تعزيز الكلام اللي كنا نقوله سابقا وجود الإسكان ما زال حاضر خصوصا بعد لقاء الوزير بالمطورين العقاريين أسبوع الماضي ما زال الموضوع مستمر مستمر إلى الآن صحيح أنت كان عندك حدثين أو ثلاث أحداث خلت وزارة الإسكان موجودة اللي هو لقاء الوزير نعم وبعدها اللقاء وزارة الإسكان ووزارة الكهرباء في توصيص الخدمة الكهربائية الـ 29 مخطط على مستوى المملكة وأيضا الحديث عن تحويل البنك العقاري صندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية هذه الثلاث أحداث كلها تعتبر أحداث كبرى في قطاع الإسكان فبالتالي اهتمام الصحف يعني هو طبيعي خاصة أنه كلنا نعرف أنه ملف الإسكان ملف مهم جدا عند المتلقي واحد من أهم الملفات اللي المتلقي ينتظر المعلومات فيها بشكل يعني شغوف بها بشكل لنتمسه بشكل مباشر فأي معلومة أي خبر أي قضية تجد أنه يتابعها بشكل كبير حتى التفاعلية في قضية الإسكان عالية جدا توازية يعني الصحة اللي نعتبر نحن واحدة من القضايا التفاعلية العالية الصحة والتعليم الإسكان أجدها الآن خلال الفترة الأخيرة أصبحت يعني من ناحية التفاعل من قبل القراء والمتلقين عالية جدا طيب انفردت الرياض الأسبوع الماضي بخبر القرض المعجل وكان فيه مداخلة مع خالد الربيش معنا في البرنامج تحدث عن هذا الموضوع بعد انفراد جريدة الرياض بموضوع القرض المعجل الصحف كلها بدأت تتحدث هناك مع وهناك ضد يعني ما تشوف أن هذا الموضوع فيه يعني مشكلة مع موضوع الحيادية لإيصالها للقارئ يعني أنا لاحظت فيه مقالات فيه أخبار فيه ضد القرض المعجل وفيه كذلك أولا أنا أشيد بالزميل خالد الربيش في تغطية الشأن العقاري لأنه يعتبر واحد من يعني أبرز المحرلين اللي يغطون الشأن العقاري بشكل متميز سواء يعني بتاريخه السابق في التعاطمة قضايا العقارية فرح الناس نسمع الماضي نوضوع القرض المعجل نجم من النجوم الصحافة في الشارع السعودي الفترة الماضية يطي الصحة والعافية ولكن أنت تسميها عدم حيادية أنا ما سميها عدم حيادية هو لا يوجد معلومة رسمية من وزارة الإسكان لا يوجد معلومة رسمية من سامة لا يوجد معلومة رسمية من المؤسسة التنويلية الجديدة اللي كانت بنك حارقة وهذه أطي الصحافة الحق أنها تؤول وبالتالي الكل يحصل على معلومات ومصادر مختلفة ويبني على ما حصل عليه من معلومات رؤيته أو اتجاهه في التعاطي مع القضية فبالتالي تجد تفاوت في التعاطي مع القضية من صحيفة إلى أخرى ليس بسبب أن الصحيفة لديها موقف من وزارة الإسكان أو من المؤسسة أو من البنوك ولكن بحسب ما توفر لديها من معلومات تتعاطى معها وأعتقد أن المؤسسة التمويلية يفترض أن تعلن لائحتها وطريقتها وأسلوبها بشكل عاجل لأنه من الأمور الهامة جداً لينتظرها الصحفيين والقراء والمتابعين لتأثيرها الكبير على السوق طيب بما أنك في غرفة الأخبار وزارة الإسكان الآن والصندوق العقاري كيف شايف تعاملهم مع الإعلام؟ يعني موضوع زي هذا موضوع مهم جداً القرض المعجل ليش ما في بيان رسمي تفصيل من هذا الموضوع؟ لأنه الآن الصحف يا مع يا ضد أول شيء أنت حط في بالك أن الإسكان بوزارتها وبتشكيلها الجديد هي وزارة تعتبر حديثة نوعاً ما أو المسيريها حديثين على الوزارة بشكل عام وبالتالي الكل خلنا نقول يعني ما أعطي فرصة عشان يتفهم الوزارة أو يتفهم خططهم بشكل أكبر الوزير كان له لقاء مع العقاريين أطلق يمكن تصريح كان يسير في نفس السياق أنه المعلومات الموجودة عن السوق العقارية كلها معلومات غير حقية أو غير مثبتة الكل يتحدث عن سبعين ثمانين ستين يعطي قراءات وأرقام عن نسب موجودة في السوق ولكن ما في مصدر رئيسي مثبت لهذا الكلام وأعتقد أنه أنا أتفق مع هذه الرؤية بشكل يعني كبير جداً هناك خياب للمعلومة المرسودة بشكل إحصائي دقيق من قبل الوزارة أو من قبل أي جهة معنية بالموضوع وبالتالي يترك مساحة للحديث بشكل كبير أعتقد أنه الوزارة مطالبة خلال الفترة الحالية بشكل كبير بالتواصل بشكل يعني تسريع وطيرتها نحن نذكر كان فيه تصريح للوزير إذا ما خانتني الذاكرة أنه سينتظر حدد عدد من العيام مئة يوم تذكر مئة يوم وبعدها سيتحدث المئة يوم أظنها ما انتهت إلى الآن ما زال في وقت ما زال في وقت والكل ينتظر يعني الكاونت حق الوزير يوم مية عشان نسمع شيء نسمع شيء جديد قبل الحلقة كنت تتحدثني عن عنوان في جريد الاقتصادية عنوان مميز أكيد الاقتصادية بحكم منها يا صحيفة هذا هو عنوان صراحة مهم جدا تعطت من الموضوع ببعد يعني جيد تحدثت عن أرقام تحدثت عن خلاف ما بين وزارة الإسكان وسامة في نسبة الفائدة هو يتسق في جزئية منه مع القضية الفوائد التراكمية اللي ذكرتها جريد الوطن ولكنه أعطى أرقام أوضح يعني تقنون فرادة عن المواضيع اللي موجودة في الصحف هذا المنزل أعتقد أنه اتجاه مختلف عن ما ذكر في الصحف الأخرى وأعتقد أنه اتجاه يتسق مع أنه الاقتصادية صحيفة اقتصادية متخصصة وبالتالي قراءهم قراء متخصصين يبحثون عن معلومة بالأرقام وليست معلومة عامة أو معلومة غير محددة في أقل من دقيقة منصور بين صحيفة الوطن والرياض برأيك ما الذي استطاع أن يقدم جديد للقارئ في هذا الملف تحديد الاقتصادية قدمت الجديد في هذا الموضوع الاقتصادية الاقتصادية قدمت الجديد في هذا الموضوع موش الرياض والوطن؟ لا تظن الرياض مفردت بخبر القرض المعكب؟ الرياض سابقا حتحدث عن اليوم أنا تكلمني عن سابقا أقول لخادر بيش قلت لك أنه قدم معلومة ممتازة وقدمت صحيفة الرياض معلومات جيدة عن الموضوع ولكن تحدثني عن الأخبار المنشورة اليوم خبر الرياض هو خبر كان فيه تصريح للمستشار العطية تعطى مع الموقف أو تصريح موسع في بعض المعلومات الجيدة أيضا الوطن تعاطت مع الموضوع بشكل جيد لكن أنا بالنسبة لي استمتعت بقراءة الاقتصادية وشعرت بوجود معلومة رقمية على ذنبتك أنت طيب منصور قبل أن أختم معك الحديث أنا شدني في مسمىك رئيس غرفة الأخبار أول مرة أسمع هذا المسمى في صحافتنا ممكن تعطيني فكرة عنه بس الصحيح أننا في صحيفة الحياة اعتمدنا النظرية التي نسميها بالإنجليزي نيوز روم كأكاديمي تعرف نيوز روم في الصحافة ماذا تاني؟ اعتمدنا على غرفة للأخبار الصحفي أنت تعرف لم يعد الصحفي متخصص هو صحفي مثلا الاقتصادي صحفي رياضي صحفي سياسي الصحفي يتعاطم مع جميع القضايا بشكل متوازي ومتى ما كان هناك حدث يتطلب تواجده وحضوره يفترض أن يكون لديها الخلفية العامة التي تتيح للتعاطي معها أكيد في بعض القضايا الحساسة التي تتطلب نوع من التخصص يوجد لها أشخاص معين ولكن كغرفة أخبار موجود فيها طاقم من الصحفيين اللي يتعاطون مع جميع القضايا بشكل سريع ومباشر بحيث أنه يكون هناك تغطية مميزة وتوازي ما يتطلب القراء منصور الجبرتي رئيس غرفة الأخبار بجريدة الحياة شكرا جزيلا لك شكرا لك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر